الباب الأول لم يبوّب المؤلّف رحمه الله تعالى لهذا الباب قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وإذا نظرنا في هذا الباب نجد أن هذا الباب يمكن أن نسميه باب وجوب التوحيد لأنه ذكر فيه الأدلة على وجوب التوحيد أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذن هذا الباب الباب الأول نسميه باب وجوب التوحيد إذن بدأ بوجوب التوحيد حتى يبين لك أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم ثنّى رحمه الله بأي باب الباب الثاني ما هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب اترك الكتاب يا الشيخ اترك الكتاب علمك الذي ترى في الظلام الثاني فضل التوحيد لماذا جاء بفضل التوحيد حتى تشتاق أراد أن يشوقك للتوحيد عرفت وجوب التوحيد أراد أن يشوقك بفضل التوحيد وذكر فضل الشيء لا أن الشيء ليس بواجب بل من سعة فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن الله سبحانه وتعالى يوجب الشيء على عباده ويعطي عليه الأجور الكثيرة ثم جاء بالباب الثالث ما هو؟ تفسير التوحيد لا باب من حقق التوحيد أراد منك أن تحقق التوحيد فبعد أن بيّن لك وجوب التوحيد وتشوقت إليه أراد أن يبين لك كيف يكون تحقيق التوحيد كيف تحقق التوحيد كيف تنقح التوحيد كيف تصف التوحيد من ماذا؟ من الشركيات الشركة الأكبر والأسر ومن البدع ومن المعاصي أترك الكتابي أخي أترك الكتاب أنا ليس عندي علم أنا جئت فقط أراجع معكم هذه المعلومات فدع الكتاب وبعد الدرس إن شاء الله أصنع ما شئت إذن بدأ بوجوب التوحيد حتى تعلم أنه أوجب الواجبات وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق ثم جاء بماذا؟ بتحقيق التوحيد تنقيح التوحيد تخليص التوحيد مما يضاد التوحيد الشرك أكبر أسر والبدع والمعاصي وكل ما تحقق من هذا التوحيد يحصل لك الأمن والطبأنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كيف نحقق التوحيد؟ نحقق التحقيق التوحيد لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد غير هذا ليس بتوحيد تحقق التوحيد هو رحمه الله أراد أن تقتدي بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أم إماماً يقتدى به بماذا؟ بأمور ستة أثناء في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة يعني إماماً يقتدى به إذن لا بد أن تكون قدوة للآخرين إن إبراهيم كان أمة قانتاً كثير الطاعة مع الدوام عليها لله إخلاص حنيفاً مقبلاً إلى الله مدبراً عن الشرك ولم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله شاكراً لأنعمه فأراد أن تحقق التوحيد بأن تقتدي بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ومنهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن تحقيق التوحيد تخليص التوحيد وتصفية التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر